استخدام لسق دالة إذا أردت استخدام الوظائف الرياضية الجاهزة في أكسل مثل المعدل أو أصغر قيمة أو أكبر قيمة أو غيرها، فقم بما يلي حدد الخلية التي تريدها أن تحتوي على نتيجة الدالة أو الصيغة، ثم اضغط على زر لسق دالة فيظهر مربع حوار لسق دالة، وتظهر في القائمة اليمنى منه فئة الدالة، مثل الدوال المالية والإحصائية وقواعد البيانات وغيرها وفي الجهة اليسرى اسم الدالة الخاصة بكل فئة فمثلاً إذا كانت فئة الدالة إحصائية، فتظهر في الجهة اليسرى أسماء جميع الدوال الإحصائية، فيمكنك اختيار أي منها فاختر هنا قائمة الدوال الأخيرة واسم الدالة أفريج، أي المعدل، حيث يظهر شرح لمعنى الدالة في الأسفل ثم اضغط زر موافق لتظهر لك شاشة تطلب تحديد نطاق القيم فاضغط على زر السهم الأحمر، وحدد الخلايا المراد حساب المعدل لها بالضغط والسحب فيظهر حولها مربع منقط ثم اضغط على مفتاح أنتر مرتين، فتظهر قيمة المعدل في الخلية المحددة ويمكن عمل نفس الشيء بالنسبة لأكبر كمية بيع لأجهزة التلفاز فضع المؤشر في الخلية المراد وضع أكبر كمية بيع فيها ثم اضغط على زر لسق دالة، فيظهر صندوق حوار لسق دالة فاختر منه الدالة أكبر، ماكس، ثم اضغط على زر موافق، فيظهر صندوق حوار تحديد نطاق القيم عندها اضغط الزر الأحمر العلوي، ثم حدد القيم المراد لتظهر صيغة الدالة في الأعلى داخل شريط الصيغة وفي داخلها نطاق القيمة ثم اضغط على مفتاح انتر مرتين لتظهر قيمة أكبر كمية بيع في الخلية المرادة وهكذا يكون الحال مع بقية الوظائف الرياضية ترجمة نانسي قنقر